العمود الفقر يمقطع الخرزات وهالخرزات بيتلاقوا بديسك لما يقول واحد عنده ديسك والديسك اوقات بيدغط على العصب والنتيجه وجع ظهر ووجع اجر اما بيصير عنده وجع رقبه وجع ايد هالمشاكل من اول اسباب زيارة الطبيب الام الوجع الام الظهر والام الرقبه نحن بالاس بي ان سي عم ننقل لهون تقنية معالجة الام الظهر والام الرقبه بلا عملية من خلال اختصاص البين مانجمنت بين مانجمنت بيترجم لمعالجة الالم يلي هو بيجرب يعالج مشاكل الظهر ومشاكل الرقبه ومشاكل الديسك دون اللجوء الى عملية جراحية بنعملها من خلال من خلال الابر والابر معموله على اساس التصوير الشعيع اللي بيصير للمريض لمعالجة الالم الديسك واذا ما نجحت الابر منوزل لت مرحله تانيه معالجه بشغله اسمه الريديو فريكوينسي والريديو فريكوينسي اللي بنعمل فيه مناخد ابره صغيره منحطه على العصب ومنشيل الكمبونت طبع العصب يلي بينقله الوجع مش يسهله ويمخوا الوجع واذا ما صاريت منتطور كمان لعده اشه تانيه يلي هي منشيل الغضروف او الديسك هرنياشن دون اللجوء الى عملية جراحية نعمله بكاثترز او الابر منفوته على قلب الديسك تمام ولما نحطه على قلب الديسك فينا نسحبه ونشرق الديسك بلا ما نعمل عملية بلا ما نحط اي جرح على المريض سو جراحة الظهر الى محل بس نحن هدفنا انه نجنب هالجراحه لما نجنب المريض الجراحه ونعالج المريض اللي هو اغلب الايام بيكون ميدل ايج بالعشرينات للستينات وعندهن وجع قليم ساعته منساعدهن يروحوا على مدرسه الظهر ورقبه منسميه باك انك سكول لانه متما علجنا قضية الوجع بالاساس بدنا نشدد على انه ما تراجع هالمشكله من خلال توعيه المريض و توعيه الشخص للعناصر المسببه لالام الظهر من الاعده للحركه واللياقه البدنيه لعدم التدخين كل هايدي بتدخل باختصاصنا وبالبرودويل نحنا عم نعطي بالاس بي ام سي بالاس بي ام سي منعالج الام الظهر من الاف لياقه نحنا بنعطي second opinion بهالمركز اذا مريض اذا طبيبك قال لازمك عمليه نحنا بنعطي second opinion رأي تاني اذا كان العمليه بالفعل لازمه اما اذا كانت العمليه واحد فيه تجنبه لانه لما يجي عندي المريض هالمريض بده مشكله لحل تنحل طبعا يعني بده الوجع يروح مش بالضروري جاية ياخد عملية وحتى الناس اللي نعملون عملية هالتقنية نفسه اذا ما نشحت عملية الظهر فيها التقنية نفسه تستعمل لحتى نعالج الالم بعد العملية الغير ناشحة تحت سقف واحد منعالج الام الظهر والام الرقبه من الاف لياق ومنشدد كثيرا على عدم اجراء العملية الا كمقال اخير ترجمة نانسي قنقر